مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة في البداية أجواء مبرى خاصة في المناطق الشمالية طقس مستقر غالبا لكن هناك بعض الأمطار الرعدية جنوب وغرب المملكة مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل أماكن حدوث الهطولات أو الأمطار وتساقطها باللاحظ أنه تنحسر رقعة هطول الأمطار أو يتراجع فرصة هطول الأمطار فقط تبقى في المناطق الجنوبية وبعض المناطق الشمالية والشرقية من المملكة لكن تتراجع فرصة هطول الأمطار تدريجيا في معظم مناطق المملكة بإذن الله لكنها تبقى في المناطق الجنوبية الغربية في منطقة نجران وأبهى ومنطقة جازان الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة في الرياض أجواء غائمة جزئيا هناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة متفرقة بين الحين والآخر الصغر المتوقعة 22 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد السبت أجواء مشمسة بالنهار معتدلة إلى حارة نسبيا العظمى المتوقعة 35 درجة مئوية أجواء لطيفة إلى معتدلة ليلا الصغر المتوقعة 23 درجة مئوية يوم الأحد ارتفاع على درجة الحرارة أجواء حارة جافة مغبرة العظمى المتوقعة 38 لكن الأجواء معتدلة إلى حارة نسبيا ليلا الصغر المتوقعة 26 درجة مئوية لاثنين تبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة ومغبرة وأيضا درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 37 درجة مئوية لكن الأجواء معتدلة أثناء الليل ودرجة الحرارة الصغر المتوقعة 23 درجة مئوية حوال الجوية المتوقعة في الأماكن والمدن المختلفة في اسكاكا والمناطق الشمالية أجواء مغبرة اسكاكا 39-24 أجواء حارة عرعر 36-23 أجواء مغبرة وحارة تبوك 37 إلى 22 درجة مئوية المناطق الغربية من المملكة أجواء حارة المدينة المنورة 38-27 مكة المكرمة 41-26 جدة 35-26 الطائف غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر 31-20 درجة مئوية المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئية بوجي حام هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في الباحة وأبهة العظمى في الباحة 25 والصغرة 17 أبهة 27-14 جازان 35-30 درجة مئوية المناطق الشرقية أجواء حارة نسبيا ومشمسة الدمام 32-24 حفر الباطن 34-25 الإحساء 36-23 درجة مئوية أما المناطق الوسطى ومنطقة الرياض أجواء مشمسة وحارة نسبيا إلى حارة حائل 34-23 بريدة 34-24 أما الرياض العظمى المتوقعة 35 والصغرة 23 درجة مئوية مشاهدينا في المملكة العربية السعودية شكرا لمتابعتكم ولكم أجمل تحية من طقس العرب شكرا للمشاهدة